هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اقول لكم من وين تجيبون الحصان العربي الاسود طبعا خلونا اكلمكم شوية عنه ترى الحصان العربي الاسود ما تقدر تروضه يعني ما رح يكون ببلاش يعني رح تدفع فلوس فيه ثاني شي انه رح يكون سعره تقريبا 1050 دولار دولار ينطح دولار هذا الشي الثاني الشي الثالث انه ترى الحصان العربي الاسود ما يختلف اي اختلاف عن الحصان العربي الابيض يعني متشابهين في كل شيء الا اللون هذا لونه اسود وهذا لونه ابيض فقط طيب من وين اشتري الحصان العربي الاسود رح تشتري من استبل مدينة السان دينيس او المدينة الفرنسية الموجودة في اخر الماب زي ما تشوفون في الگيم بلاي طبعا من هذه القائمة رح تختار اللي هو الخيار الثاني اللي هو خيار باي هورسز او شراء الاحصنة رح تظهر لك ثلاثة احصنة تقريبا وكلها اسطورية صراحة اول واحد رح يكون حصان النوكوتا اللي ما هو ازرق اذا كنت يبقى الازرق النادر من هذا الحصان ارجع الى المقطع اللي قبله وراح تحصله جبناه بلاش ترى شوف هذا من بعد ثلاثمائة جبناه بلاش عندك النوع الثاني اللي هو توركمن هذا صراحة جدا فخم لونه ذهبي كذا تيجي تمشيه بكأنك ملك فخم صراحة لكن برضو ابو قلب كيف كذا المهم نيجي للاريبيان حبيب القلب اللي لونه اسود زي ما تشوفون سعره تقريبا بي موجود عندي أنا سبعمائة وسبعة ثمانين انتو يعني ممكن يكون عندكم الف وخمسمائة ليش يصالحيش مواسطة انت ولا الحاجة لا يا خوية اسمع تكلمت في المقطع اللي راح انه اذا كان اذا كان الشرف عندك عالي يسوي لك تخفيضات اذا الشرف نازل يسرخوك السلخ يخلوك تدفع فلوس صح فانا عندي هنا الشرف كويس فبالتالي يمسويه للتخفيضات تقريبا سعره للحصان العربي الاسود السبعمائة وسبعة ثمانين دولار وهذا شي صراحة حلو اذا تبتشتري الحصان وخلاص توكلنا على الله راح تضغط عليه اكس راح يقول لك سمي الحصان لما تسميه راح يقول لك مبروك عليك ويفشخ منك الفلوس وراح يعطيك الحصان العربي الاسود طبعا زي ما قلت لكم ما يختلف عن الحصان العربي الابيض فولا شي فقط في اللون يعني من ناحية الاستمنة من ناحية السرعة من ناحية الانه ما يخاف في الحروب كلهم زي بعض فقط اللي يختلف انه هذا ملد عائلة وهذا بوكل هذا لون اسود وهذا لون ابيض بالنسبة لتطويرات الحصان وتعديلاته طبعا اهم التعديلات اللي ممكن تركبها للحصان العربي الاسود اللي هو السرجع او السادل او اول خيار والخيار الثالث هما اهم الخيارات اللي لازم تشتريها للحصان واهم واحد صراحة الخيار الثالث لانه هو اللي يزيد الاستمنة واللي يزيد السرعة والهيلث للحصان العربي الاسود فحاول بقدر الامكان انك تركب الخيار رقم ثلاثة والخيار رقم ثلاثة يكون الخيار الاخير يعني تركب اخر شيء اللي هو ال 11 من 11 طبعا بقية التعديلات كلها رح تكون تجميلية لحصان فحاول انك اذا ما كانت عندك فلوس انك تبعد عنها فقط ركب السادل والخيار رقم ثلاثة طبعا تبقى نصيحة في انك تشتري الحصان الاسود او لا اعطيك الزوبة صراحة اذا ما كان عندك فلوس لا تشتري لانه صراحة ما يستاهل فقط اللي يختلف اللون يعني اذا كان ودك مرة في حصان عربي روح روض لك الحصان العربي الابيض وراح يكون ايضا ببلاش لهذا رح تدفع عليه 1500 فقط اللي يختلف عنه وعن الابيض انه هو لون اسود بس فصراحة ما انصحك تدفع فلوسك الا اذا كنت مسوي قلتش انذهب بعد انت اشتري كل شي لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة واتوقع حطوا لايك ليجيكم خويا اذاك يلا سلام علي